مساء الفل وأهلا بيكو نبدأ مسلسل بصوت الراديو وهما بيتكلموا على مختار السيوفي إمبراطور الاقتصاد ومن أكبر رجال الأعمال في اسكندرية عنده شركة من أهم وأكبر شركات اسيوفي جروب مختار السيوفي في الشركة وقاعد بيلعب شاترانج مع عمر ابن أخوه واضح كده أنه واخد قرار هيقلب الدنيا كلها لدرجة أنه عمر بيسأله عالي يعرف قاله مش مهم يعرف أو ما يعرفش دي مش مشكلة لأنه مش مهم من اختار اللي ريحنا لكن لازم نختار الصح والقرار ده في مصلحة السيوفي جروب ونشوف بقى بيتهم اللي عبارة عن قصر فخم جدا وده بقى علي ابن مختار السيوفي جاي بخاتم هداية لمراته ولما دخل البيت مامتو سألته عن بابا قال لها سبته هو وعمر بيخلصه جيم شاترانج سألها لسه زعلانة من فيروز قال له دي بنت أختي وأنا المربياها وعرف الصرف معها كويس قوي بنشوف بقى علف السيوفي كلها متجمع هيتغضوا مع بعض قبل ما يروحوا الحفلة اللي متعودين يعملوها كل سنة احتفالا بنجاح الشركة وفروعة اللي مكسرت الدنيا في كل مكان إنما السنة دي بقى الحفلة علشان يبيوبيل الزهبي للشركة دي بقى فيروز مرات علي جاي صلوحها بخاتم اللي جابه لها إنما طبعا هي ما بيعجبهاش العجب وبعد ما لبسه لها بيقول لها مش هتصلحي ماما بقى قالت له لو نفست اللي طلبته منك قال لها لو نفست اللي انت عايزاه مش هخاصم ماما بس ده أنا هخاصم الدنيا كلها قالت له أنا بالدنيا كلها وبتدل عليه بزيادة مختارس يوفو بقى وعمر وصلو البيت سعاد مامة عمر ودي أخته صفا بخلفها ولد وبنت فيروز مرات علي جات بتعتزل لمامته واضح إن الموضوع كبير قالت لها خلاص ولا همك روحي عشان تلحق تكلي معهم وده بقى أيمن أخو فيروز وفي نفس الوقت متجوز منال أخت عمر وصفا أخت عمر شكلها بدي أخد بالها من كل حاجة اللي درك إن هي خدت بالها من الخاتم اللي لسه جاي لفيروز وبتقول لها حلوة قوي الخاتم ده ودي مانال أخت عمر وصفا وبنعرف كمان إن مانال وعمر وعلي كلهم بيشتغلوا في السيوف جروب مانال بتحب شغلها للدرجة إنها قاعدة باللاب طول الوقت واضح كده إنها طموحة جدا يا تارى بقى رسمة على إيه بالزبط الزار في تلقيح يعني علي بيقول مانال دي أشتر واحدة في الشركة عمر رد عليه وقال له لازم نكافئها وباباهم بيقول لهم أحسن عقاب ليها إن هي تقعد في البيت هي وجوزها جنب بعض معززة مكرمة مومتهم شايفة إنها تخلي فولاد أحسن لها زي أختها كده وتقعد تربيهم كلهم بقى عاملين يلقحوا بالكلام اللي إحنا روايت دلوقتي مش عارفين يقصدوا بي إيه صفها بقى ما سكتتش بتقول لها آه تخلي فولاد عشان يعزبوها ويجننوها زي ما يجننوني كده ومانال بتقول لها خالتها القعدة دي كان نقصها هايزم فبتقول لها ما نعرفش جامعة إيه اللي وقدم إننا بالشكل ده ولا حس ولا خبر واضح كده إن فيه سر ما يعرفوش غير المختار وعلي وعمر لأنهم بيبصوا البعض وسكتوا هم التلاتة صفها كانت قاعدة عما لا تأكل ولادها وبتحيلهم بأي طريقة إنهم ما يكلوا فبسط لها خالتها وبتقول لها ربنا يباركلك يا بنتي في ولادك اللي أنت بتحبيهم ومهتمة بيهم قوي بالشكل ده ما عرفش بردو واضح إن فيه أسرار كتيرة في العيلة ده المختار بقى قال لعلي وعمر خلصوا أكل بسرعة وتعالوا ورايه على المكتب وأيمن قال لهم أنا لازم أستأذن علشان رايح المطار أستقبل صراح ريان وده راجل أعمال صاحبه وعايز يشارك مختار السيوفي عمر وعالي مرتبكين جدا ليه ما نعرفش وبدأت حفلة اليوبيل الزهبي للسيوفي جروب العيلة كلها والمدعوين كمان لابسين أبيض فابيض وبيدخل صراح ريان الحفلة وبيسيب كل المدعوين ويروح عند منال اللي هي مرتصحة أصلا وبيبص في مبيالها ويقول لها الرسمة دي عظمة اللي رسمها ليه بصمة خاصة وبتشكره قال لها ليه هو أنت لرسمتها اتحرجت وقالت له لأ قال لها طب خلاص قال لها أنه هو دخل على الويبسايد بتاع الجالري عشان يشتريها واكتشف أن هي اللي خدتها بعد شوية رح قال لها أنا عارف أن أنت لرسميها وحب أقول لك أن اللوحة دي من أجمل اللوحات منال بتقول له أنت بترقبني فبص لها وقال لها أقول لك يا منال ولا يا ليلى بس أنا أشايف أن ليلى تناسب لك أكتر إيه حكاية ليلى دي جوزها شافهم من بعيد جيب سرعة جدا وبيقول له الحفلة نوارت يا مستر سلاح وبيرحب بيه وبيعرفه أن ما نالت بأمراته وبتستأذن وتمشي بعد كده بيسأله الشيك وصل قال له تمام وتفضل بقى أعرفك على عمر وعلي ودبقى صار خطيبة عمر وباباها لسه وصلين مامتو بقى بترحب بيهم جميل جدا صار زعلانة أن عمر مش منتظرها واضح كده أن عمر أصلا مش مبسوط بالخطوبة دي لكن مامتو بتفاجئه وتفاجئها أن هي حددت معها دي الخطوبة وكمان عزمت الناس كلها وهتبقى آخر الشعر البنت فرحت قوي إنما عمر مش فرحان خالص هي بعد كده وقفة بتتكلم معاه وبتقول له أنا عارفة ومقدرة قوي شعورك أصل مراته بقى باتت وهو حزين عليها جدا ولسه منسهاش ومعندوش أي استعداد إنه يرتبط بأي حد والموضوع ده مفرحة جدا إنه هو لما يحبها هيبقى مخلص ليها فيروز بتاخد أيمن على جن هو بيقول لها معقولة بتشكي فيا إن أنا أخوكي حبيبك وبنعرف في اللحظة دي إنهم مش شقاي بتقول له الشغل شغل وبحبش حد يضحك عليها قال لها حاضر كل اللي طلبتي هيحصل العيلة دي ملعبكة في بعضها وكلها أسرار والله أعلم كده في حاجات مريبة وغريبة حصلت وتحصل وهتحصل واضح إنها محتاجة مننا تركيز جامد وبتقدق الحفلة اللي بيعملوها كل سنة مختار بها بيقول كلمته وبيعرف المدعوين قص الكفاه اللي بدأت بورشة صغيرة قوي كان بيملكها هو واخوه فريد وكانت متر في متر وبعد شوية بقت ورش ومصانع وشاركات في كل أنحاء مصر وبيفجروا كنبلة اللي هتقلب كهاني العيلة من أولها لأخير هتقرر إنه هو يرتاح خلاص من الشغل ويعيش بقى جابه الأسرة مع عيلته وأحفاده وسلم إدارة سيو في جروب لابنهو المهندس عمر اللي بقى رئيس مجلس إدارة الشركة ونائب الرئيس هيبقى مين؟ ابنه علي القل تصدم مخصوصا فيروس مرات علي ومنال أخت عمر اللي كانت رسمة على أنها هي اللي تمسك الإدارة المهم بقى إن الكل مش مبسوط وكلهم متضايقين وبمعنى أدق مصدومين عمر بقى طلع من مصر وبيبدأ بالشكر لمهندس مختار السيوفي عمه وبعد كده بيبتدي بكلمته لكن علي من صدمته طلع برقاعة حزين من قرار أبوه اللي لاحظه طلع بردو وراه بسرعة جدا وبيقوله انت زعلت مني؟ علي قاله لأ مزعلتش عمر أخويا قاله مش دالة عايزة أسمعه عايزة أسمعك النفسي تقولي أنت صح يا بابا بص أنت البكري وأول فرحتي إنما الكرسي له مردينه وانت شاطر ومستقيم والكرسي بقى عايز مرة تبقى مستقيم ومرة تانية تتعويج مع اللي بيتعويج وتلفه وتدور وانت مش كده يا ابني لو حاسس أني ظلمتك عتبني وترمي في عضن واعمل لك اللي انت عايزه وبيأخذوا وبيدخلوا جوه قاعة تانية عمر لسه بيشرح إنجازات الشركة بطلع واحدة على المصرح وتقول أنه عمر خاين وعدها بالجواز وخلا بيها وخطب واحدة تانية حطبته أول ما سامعت الكلام ده قالت لباباها يلا بينا نمشي ومشي هما اللي إنما عمر زاكي ودبلوماسي عارف يطلع من المطب ده بسرعة جدا وبكل سهولة شاهد المدعوين على الوقع وقال لهم يا جماعة دلوقتي أنا فعلا كنت عرفها وكنت معجب بيها جدا وعرفنا بعد شهر وخرجنا مع معض مرتين تلاتة هو يا شاهدة على الكلام ده لكن بعد كده حسيت إن إحنا مش متفاهمين ومش متفقين وكل شيء اسم ونصيب وإسمتك هتلاقيها مع حد تاني أحسن مني وخلص الحوار في ثانية خلصت بعد كده الحفلة ورجعوا البيت مختار السيوفي خد عمر وعلي على المكتب فيروس بقى مش عجبها كل اللي بيحصل وبتلقح بالكلام بقى هو ده إيه اللي هيمسك الشركة واضح إن عمر أحسن من علي فعلا مامة علي بتقول لها وإحنا من إمتى بنتدخل في قرارات عمك قتلها هو أنت مش زعلانة على ابنك قتلها زعلانة وعلي كمان زعلان لكن عارف إن أبو بيعمل الصح فيروس لقحة تاني بالكلام وبتقول لها واضح قوي إن تنتصعد ليها دخل بالموضوع ده حمتها اتنهدت قوي وبتقول لها حماكن مش بياخد رأي ستات في أي حاجة لها علاقة بالشغل مختار السيوفي قد قرار لازم الخطوبة تتم بسرعة جدا علشان الناس تنسى الكلام اللي حصل في الحفلة فيروس طلعت قدتها قعدت تشرب سجارة حزينة جدا جمن كل اللي حصل وبعد شوية قامت عشان تدخل الحمام شافت بنت غرقانة في دمها ومرمية في أرض الحمام عمر وعلي بيبصوا البعض قوي دي قتيلة في قودة نوم علي يا خبر أكيد هنعرف فيه إيه الحلقة الجاية شوفكم بخير ومع السلامة يمكن من جديد